حل مشكلة الكاميرا على تطبيقك الخاص من صنجر اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالنزول الأسفل أضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة أقوم بالنزول الأسفل للبحث عن تطبيق صنجر هنا نقوم بالضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالنزل الأسفل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحى البيانات ثم نضغط على مسحى التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لكي تقوم بتحديد التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه أتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله